اهلا بكم مشاهدين في النشرة الاقتصادية بالتعاون بين لجنة تكافؤ الفرص ببنك سيكو ومركز التوازن بين الجنسين بامانة المجلس الاعلى للمرأة سيتم اطلاق برنامج التداول في الاسواق المالية خلال شهر سبتمبر الجاري بهدف تنمية مهارات المرأة البحرينية في مجال التداول والاستثمار في الاسواق المالية العالمية واكسابها الخبرة العملية في قطاع اسواق الاسهم وادارة المحافظ الاستثمارية وسيتيح البرنامج الذي يمتد على مدى اسبوعين الفرصة امام المتطلعات للعمل في مجال الاسواق المالية للتدريب المكثف على منصات تداول افتراضية تحاكي البيئة الواقعية للاسواق العالمية هذا ويمكن المشاركة في البرنامج بما الاستمارة خاصة عبر الموقع الالكتروني للمجلس الاعلى للمرأة في موعد اقصى السابع عشر من شهر سبتمبر 2023 حصلت برصة البحرين على جائزة مرموقة كافضل سوق مستدام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023 من قبل مجلة وورد فاينانس واكد الشيخ خليفة بن ابراهيم الخليفة رئيس التنفيذي لبورصة البحرين اهمية الجائزة لتحقيق الاستدامة وممارسات العمل السليمة في اسواق رأس المال لتحقيق الاستدامة في اسواق رأس المال وممارسات سليمة وفق خطة منظمة جاءت بورصة البحرين بتاريخها العريق وبسوقها المتعدد الاصول لتوفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التي تتضمن خدمات الادراج والتداول والإيداع المركزي لتكون عبر منصتها المرنة والفعالة باصولها الاستثمارية المبتكرة لمختلف الاصول المتوفرة بها فنرى التطور الملحوظ في السوق وتعزيز جاذبيته اهم الجوانب التي تركز عليها البورصة من خلال الشفافية والعدالة والالتزام بالجودة وذلك هو الاساس والقاعدة التي تعمل بها البورصة جوائز عدة حصدت عليها بورصة البحرين بفضل الخطط الاستراتيجية المتواصلة وريادتها وفي آخرها جائزة أفضل سوق مستدام في دول مجلس التعاون لعام 2023 من قبل مجلة وورد فاينانس لتشكل البيئة الخصبة والجاذبة لاستمرار تطوير سوق البحرين الاستثماري هذه الجائزة تؤكد التزام البورصة بدمج أجندة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أسواق رأس المال كما يبرز دورها الحيوي لدى الشركات بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين الدوليين وأفضل الممارسات وتحتل بورصة البحرين مناصب قيادية في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية مما يمكنها اليوم من تعزيز مكانتها في أسواق المال العالمية من خلال التسهيلات المتنوعة وتعدد إصولها لتواكب كل مما شأنه التطور والإزدهار والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية شهد معرض سيتيس كيب العالمي في العاصمة السعودية الرياضة مشاركة كبيرة من مملكة البحرين ويضم جناح البحرين بالمعرض وفدا من القطاعات الحكومية والخاصة وتأتي مشاركة البحرين في هذا المعرض جزءا من استراتيجية المملكة في استقطاب كبار المطورين والمستثمرين وتبادل الخبرات الإقليمية والعالمية وذلك تنفيذا للخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024 وكذلك الترويج لمنصة استثمار الأراضي الحكومية وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يصرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف من الرياض المهندس أحمد العمادي رئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق مرحبا بك أستاذ أحمد في النشرة الاقتصادية بداية ما هي أهدافكم من المشاركة في معرض سيتيس كيب العالمي في البداية أشكركم على هذه الاستضافة اليوم بالنسبة لنا شركة ديار المحرق ومشاركة في معرض سيتيس كيب دائماً تكون لها أهمية كبيرة سواء سيتيس كيب العالمي لمقام حالياً في الرياض أو سيتيس كيب إن شاء الله لمقام في البحرين قبل نهاية السنة مشاركتها دائماً تكون مرتبطة بالأحداث التي صايرة وبالسوق العقاري الموجود وهذه طبعاً المشاركة صارت دعاً من مؤسسة تنظيم العقاري في جناحهم وأحنا معاهم مع المطورين العقاريين الآخرين اللي هم جملائنا في هذه الشخص طبعاً السوق العقاري لا يقفى على أحد أنه شهد صفقات عقارية مرتفعة في هذه السنة وعلى حسب الأقصائيات والأرقام كلها تعطي مؤشرات عدد الطاقات اللي طارت في بداية السنة لليوم أعلى من السنوات اللي فاتت هذه كلها مؤشرات إيجابية تعطينا في السوق وإحنا استعراضنا في هذه المعرض في خلال معرض تسكيب الرياض استعراضنا آخر مرحلة مشروع النسيم استعراضنا المخطط الكامل لديار محرك رويتنا الناس شنو قاعدين نتوحنا في هذه البحرين وفي ديار محرك نعم بالنسبة للقطاع العقاري في مملكة البحرين ما هي قراءتكم لمستقبل هذا القطاع خلال الخمس سنوات المقبلة والله صراحة يعني خلال الخمس سنوات المقبلة نشوف فيه تطور إيجابي خصوصا من المبادرات التي اتخذت الحكومة في تغييرات في فن القوانين وجود مؤسسة التنظيم العقاري ريرا تحميلنا كلنا تحمي المستثمر تحمي المطور وتحمي المستخدم النهائي البحرين دائما مميزة بالسوق العقاري اللي موجود فيها بطريقة التخطيط بطريقة العمران بطريقة التطوير وهذه شيء دائما نشوف فيه يعني إيجابية في الموضوع ويعطي نمو منتظم للسوق سواء نمو داخلي أو نمو من الخارج المهندس أحمد العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك والآن نترككم مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر